في الويكند أنغام كانت تريند بحفلتها هي وعباد الجوهر على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض الليلة كانت ترابية بامتياز وقدموا أجمل أغانيهم القديمة والجديدة الحفلة كانت سولد أوت وجمهور كانوا كل الوقت متفعلين مع البرفورمانس التي قدموها نجوم الحفلة ونحن كنا هناك وقابلنا هنا الحمد لله حفلة كانت حلوة قوي والرياض الغالية الحبيبة وجمهورها الحبيب الغالي على قلبي جدا بقيت بستمتع جدا وبقيت توحشوني بقيت بتوحشني رياض ما بقيتش عادة رغيب كتير والشعور كان متبادل فالجمهور تفعل مع نغام بشكل كبير مع كل أغنية قدمتها جمهور كريم ولطيف وبيدي الفنان طاقة حلوة وهو واقف على المصر ونوعيت بعمل غنائية وقدمت سيدي وصالك مستحيل ألف آسف وغير كتير لا ترجع تاخد جمهورا للأجواء الرومانسية مع أغنية حالة خاصة جدا وما فينا ما نحكي عن طلالة أنغام هالليلة اللي اختارت فستان مطرس باللون الكحني بيتميز ببساطته وفخامته بالوقت نفسه وأنهت المؤتمر الصحفي بها الطريقة ومرسي بانشمارك ومرسي هيئة طرفيه مرسي معالي المستشار توكي أهل الشيخ ربنا يديله الصحة ودايما نتخيل ويبقى الخيال أبعد كمان من اللي احنا ممكن نتخيله ومن بعد أنغام طلع باتي جوهر على جمهوره اللي كان كتير سعيد بعودته للمسرح من بعد بعك الصحية اللي مرأ فيها وأنا كنت سعيد اليوم لأننا ممكن أول حفلة بعد بعك الصحية مرت بيها يعني هالتاني حفلة كانت أول حفلة العادرية هالتاني بس أول حفلة على المسرح مع وركسترة كبيرة وكنت مشتاقل الجمهور وكنت مشتاقل المسرح وكانت حفلة أتمنى أن تكون كانت جميلة حتى كانت أكتر من رائعة فالجمهور تفعل مع كل أوني قدمه خاصة لما غنى وعزف على العوز بس وجوده ما أسعدني كثير هذا الجمهور الراقي دائما اللي يشرفني وجوده دائما دائما هو الداعم الأساسي للفنان والداعم الأساسي لي عمره ما خذلني زي ما أنا أتمنى أني أكون عمري ما خذلته وقدم لجمهور هالليلة أول ليلة هالجرح أرحم المزهرية خلاص إرجع وغير كتير برفقة الموسيقار أمير عبد المجيد كل مرة بتبع حالة مختلفة بس النهاردة عبادي فوق العادة ما شاء الله عليه تكفى لخلاص ارجع خلاص خلاص وخلال مؤتمر الصحفي وجه عبادي جوهر الشكر لهيئة الترفيه على تكريم الفنانين بالرياض عن نجالات مختلفة أولا تكريم النجوم والرواد والفنانين الكبار ما هي غريبة على حياة الترفيه وعلى رأسها معاني مستشار تركير الشيخ في الموسم اللي فات تكرم كثير من الفنانين وكنت أنا من ضمنهم أيضا السنة أيضا تكرم كثير من الفنانين ويستاهر التكريم وهذا يدي حافز كبير للفنان لتقديم الأفضل في مستقبل حياة الفنية وحكى عن ألبوم القادم وكشف عن هالتعاون في عمل يجمعني جديد مع المراد الرحمن بن مساعد لنا فترة ما اجتمعنا في عمل ممكن هذا أهم في الألبوم إن شاء الله الألبوم إن شاء الله بعد العيد عندي غنيتين سينجل حدوط راح قبل العيد يعني خلال 20 يوم القادمة كمان ذكر تعاوناته كملحين مع نجوم العرب عندي لانتعاون مع الفنانة أحلام نحن كنا مع بعض من يومان ومجدامتها لحنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر